السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الكرام كيف كنشو اخبارك انشاء الله بخير رح نحكي اليوم عن فيديو مهم جدا للناس كتير يعني يعني لازم تعرفوا واللي انا حكيت عنه بالفيديو اللي قبل انه رح ننزل فيديو خاص بهذا الموضوع ولي هو انه كيف تقدر يعني تقاوم جيش 12 تمام كل هاتنا بنعرف جيش 12 صار يعتمد على الفرسان بنسبة 90% اللي هو فرسان 12 والغرفين اللي هو اللي رح يفتح تقريبا عندي قريبا ان شاء الله بعد مدة طويلة من الانتظار والتعب وتجميع شارات الهيبة فكانت مرة صعبة يعني باقي 150 ايام لحتى نوصل للغرفين تمام لكن موضوعنا هو مثلا هو هذا الفرسان الليفل 12 الفرسان الليفل 12 اللي عمل ضجة كبيرة باللعبة وكما الفيديو اللي قبل هذا اللي الناس ما كانت مستوعبين موضوع المعدات الجديدة موضوع المعدات الجديدة طالما عبيتم عن طريق يعني على سبيل المثال بالحداد هون اللي انتو شفتو هرجع لتدخل لكم مثلا الحداد وجميع المخدمات تمام متل ما شافين هذا التاج الامبراطور الالماسعي فحكينا عن هذا الموضوع اللي هو انه هاي المعدة كتير كتير قوية اللي هي في نسبة 27% هجوم الفرسان الى اخره فالناس قالت انه هي بتحصل عليها من سيد الاعلى الى اخره من يعني هاي الحرب التانية اسمه سيد الاعلى انا منازل كنت فيديو عليه فالفكرة طالما وضعوا هاي المعدات اللي هون انه بقدر واحد يحصلها فرح يجي يوم تنزل نظامية في اللعبة توقعات اللي بتصير دائما يعني بتصير باللعبة يعني لازم تتوقع كل شي من اللعبة لا تقول مثلا لا مستحيل لانه الشي اللي كان مستحيل انه كان ينزل هيبا ستة ونزلت هيبا ستة واللي كان مستحيل انه يكون كمان فيه جيش بعد هاد الجيش العشرة نزل جيش ايداج وبعد الجيش ايداج نزل جيش اتناعش فاللي بيقول لك ما بتوقع يصير هيك فطرقوا كاف هيك على خلقته الا توقعت انه تاكلوا فهي الفكرة انه اللعبة رح تكون اصعاب واصعاب واصعاب تمام غير انه الناس بالحضارات والتطوير يعني بتمكلف جدا جدا خلينا نقول اللعبة الجماعية تفضل اكثر من اللعبة الفردي لانه الفردي يعني لازم تلاقي هدف على قدك غير انه بيغزر ممالك بتقول انه كل الناس حاطة ضروع الشغلة مو انه الناس حاطة ضروع الشغلة انه انت عابد دور على هدف مناسب لك لانه انت ما هتقدر تهاجم هي بستة قوتو 200 مليون وما فوق لوحدك تمام اه موضوع اللي هو مثلا بقعة الدعاء بالمشاة التسعة المشاة التسعة طبعا انا بعد ما نزلوا الفكرة انه نزلت الجيش اتناعش وبعدين يعني تم الاستمرارية لهذا الامر فهذا المشاة التسعة لما بدك اختور فيه طبعا اول شي لازم تكون عندك سكنة هي بستة لانه في ناس اللي انا مثلا عندي القلع هي بستة وهدول هي بخمسة مثلا المشاد فانت بتشوف فعليا بالتقرير التحسينات تبعيتك لكن المو فعليا هو انك تاخد كل الشيء اللي هون انت شايفه بالتحسين اللي لما يكون هي بستة تمام مسلا لو رحنا هلأ على السكنة سكنة المشاد طبعا هنتو شايفينا هون طبعا لازم يكون عندك يعني من ثلاثة مليون وفوق يعني انا قدر حتى انا اه ان شاء الله شهرين ثلاثة واربعة رح توصلهم لسبعة وثمانة مليون فقط مشاة تسعة السبعة وثمانة مليون مشاة تسعة ورح نطور ان شاء الله ونوصلهم لحد الخمسين يعني حتى وصل هدول بالتحسينات بقعة الدعاء للخمسين فرح يكون عندك جبار جدا جدا بالقتل تمام رح نقرد لكم كمان تقارير بعد شوي هذا اللي شايفينه طبعا انتو عبتقولوا انه انا شو بحسين طبعا انتو شايفين عبحسم بكل شي موجود هون لكن الرمح اللي هو تأثير على الفرسان الغرفين ايضا وزيادة فرس التجاه والاحتمال ضربة للعدو يعني زيادة ضرر للفرسان فكتير كتير مهم جدا جدا انا عباحكيكم عن شي تجربة عشناها باللعبة لكن ما قلتلك لازم تكون السكنة هي بستة لتقدير فعليا انك انت يكون عندك هالخصائص بشكل تام او احنا منقول انه يعني شكل كامل بهذا يعني ترقية الدرع الترس الحديد وبنين جسم المستوى اربعة فليفضل تكون السكنة هي بستة لتقدير فعليا يعني تشوف قوة هاي الجنود اللي انت موجودة عندك تمام هاي يعني اكترت الناس انا حتى المسير تبعيتي بتقول الناس انه شو هو المسير يلي انت يعني بتقدر توصله يعني شو هو المسير اللي انت بدك تحطه بي لنفترض بالتشكيلة حسب كل شي خاص طبعا حاطت هاي التشكيلة اللي هي فرسان واسهم اطناعج وحاطت الموشات وحاطت الفرسانة عشرة واسهم عشرة وبالاخير اللي انتوا شايفيني هون اللي هو الموشات تسعة تمام السبب لانه انا ما بقدر حط كمية هائلة من الجيش اطناعج لانه مكلف جدا وبالشفاء مكلف جدا حديد جيد فيفضل انك يعني توزع تمام وازا كان عندك كمية اكبر فانك تشارك بكله بجيش اطناعج لكن مكلف جدا حديد جيد لانك رح توصل لمرحلة ما تقدر تشفيهم لجنود وما تقدر تشفيهم لجنود بسبب حديد جيد فهذا بيضطر انك توصل لمرحلة الشحن انك تشحن الحديد جيد فحاول انك تفوت بالاحداث وتشارك بالاحداث مثلا مثل الحداث يلي هو مثلا مناجم التلال انك اقل شي تبادل مع اي ابني ادم حتى لو كان صيني ما يهم هم انك يعني تاخد ثقة وتبادل طبعا انت شايف هون الحديد جيد فيه اربعة الاف مسلا هو وسط انت عشرين الف نقطة من تحت هون فهي العشرين الف نقطة فالحديد الجيد رح يكون خمسة وعشرين الف فكتير ممتاز انك تعامل بهذه الطريقة طبعا انا لك وكتاب حاكي هو واحد صيني وحكيته انا انه انا بدي اه بدي نقاط وحكينا يعني اتفقنا هذا موضوع احداث سياد ورحنا اعطينا نقاط للزلمة وعطينا نقاط الله يبارك فيه فهي هي الفكرة كلها اهلا مروعا للتقارير طبعا هاي التقارير اللي شايفين هي كلها تبعيت مناجم التلال هي كمان انا مهاجم مناجم التلال لكن هلا رح نروح على كلمة فشل الحصار فشل الحصار مهاد بالغزو وفي عندي تقارير قديمة بس رح يعني يتأخر كتير الوقت اللي احنا عم ندور عليه هون نجاح الحصار نجاح الحصار هدو كلات هم تقارير خلينا نشوف في فشل الحصار كله نجاح تجسس ما خلنا بمبلك الا ما حدا تجسسنا عليه نجاح الدفاع نجاح الدفاع فشل الحصار هم فشل الحصار هلا رح نشوف هادو التقرير اول الشي ما نتأكد من هدو لانو متأكد من التقارير اللي قبلها بس هشوف هادو التقرير شو سبب فشل الحصار تابعو رح نروح على طبعا ايفك من اللي موجودين بقائمة الحشد رح نروح على الدفاع مباشرة تمام شوف مسلا هادو المدافع خلينا نشوف المشاة التسعة اللي عنده تمام هاي المشاة التسعة هاد المشاة التسعة اعطى تقريبا حوالي اربعمائة الف طبعا شوف هدش عنده عنده سبع مليون ونص وهجوم واحشي الاكتساح وضربة خطيرة خمسين بخمسين تمام اكتساح وضربة خطيرة خمسين بخمسين تبعي ها يعني هي بلاحظة كتير كبيرين هل نرجع لكم بعدين على قاعدة الدعاء بس خلينا كمان نفوت بعض الامور خلينا نشوف هون سبب الفشل مع انه خصائص قوية نحن عم نحكي لك الصحة 300 والهجوم 600 والهجوم رام الأسهم هجوم رام الفرسان تمام خلينا نروح نشوف كمان المدافع مباشرة شو سبب الفشل او شو هذا السبب اللي صار المدافع حاطه هذا البطل لا تفكروا انه البطل هو يعني بس كما بيلعب دور نحن نروح على نسبة القتل من الاسمه شوف هذا عنده خمسين طبعا عنده مليون ونص لكن نحكي عن التحسينات خمسين تمام تحسينات خمسين لاحظها لاخرين نشوف عنده غرفين خمسين يعني هذا خارب امها تمام شوف لاحظه ما عنده كله خمسين بالفرسان اطمائش لكن الوشات لعبة دور كبير فشل حصار خلينا نروح نشوف مباشرة الدفاع لاحظ اكتساح وضربة خطيرة خمسين بخمسين طبعا عنده سبعة مليون ونص هذا يمكن نفسه اللي انحشدنا عليه طبعا بكون انت عزيزات وكمان بتلعب دور كبير هاي خلينا نشوف بعد هون هذا فشل حصار لا هذا اللي ضربناي ممكن بس ما صعب هلا لا الا الا كفية عندي تقرير كان عنده شخص عنده بس الموشات التسعة عنده عشرين مليون تمام يعني شي صدمة صدمة صراحة تمام بس صعب هلا لا ايكون التقرير بنفس الوقت طبعا تقارير كتير لانه بحتفظ فيهم للمراجعة لالف قصة فتحتاج جوءة هو اللي غزوه مثلا اللي مضى نجح الدفاع ده هذا معركة التنين خلينا ننزل بعد كمان نجح الحصار بهذا الدو بهذا العزم يكون هون خلينا روح نشوف الدفاع خلينا نشوف الموشات طبعا ما عنده محسنهم مزبوط نجح الحصار نجح الحصار مرافزة هذا كمان نشوف خصائصه العاد لكن اكل ضربة مؤلمة صراحة خلينا نشوف الدفاع اكتساح وضربة خطيرة ما نحسنهم مزبوط لو محسنهم كان ازباط ده كان يفضل متل ما حكينا هذا حشل ممتاز هذا وين هذا تعال نشوف هذا والله خصائصه قوية خلينا نشوف المدافع أنا ملاحظ هون اكتساح ضربة خطيرة كمان ما محسن زيادة كم واحد معزز له واحد اتنين ثلاثة بس مو قاتلين كتير تمام هلأ لحنا حبيت ان اعرض لكم هذا الفيديو بهذا السبب انه اكتساح وضربة خطيرة نرجع لقاعة الدعاء اكتساح وضربة خطيرة شايف انحاط هون الرمح اكتساح وضربة خطيرة انه يكونوا خمسينات طبعا ما فيك تطلع مباشرة انت بكلاته مع بعض الخمسينات حاول انك تمشي واحد واحد اكتساح وضربة خطيرة هذا الرمح عندي اياه أنا ستة وثلاثين واحد وثلاثين طبعا لازم نطلعون شوي شوي لحتى نقدر نستمر تمام طبعا هلأ هون كل ياتوا اللي حكينا عنه انك تهتم بالموشات تسعة الموشات تسعة كتير كتير قوية لكن كمان تحتاج لخصائص كمان بتلعب دور يعني حتى لو خصائصك ما هي بقوية لكن بتصد كمان مع ذلك الخصم موضوع الناس اللي حكيت عن نقاط دعاء اللي هو التحويل اخواتي هو التحويل عبارة عن لما يكون عندك هون مثلا هاي خمسين تمام لازم يكون خمسين تمام؟ وبدك تطلع للمستوى الواحد وخمسين تحتاج ألف لأنه هي تحسينات للخمس وسبعين لازم تطلع للألف تمام؟ وبعد الألف هون يعني انت تحتاج ألف وحق الخمسمية ميت دولار تمام؟ يعني انت ألف لتطلع لمستوى واحد يعني مستوى اللي بعده تدفع ميتين دولار ده تدفع طيب يمكن للمستوى اتنين وخمسين تحتاج يمكن بدال ميتين أربعمية أو ألفين أطعاء أو ألف وخمسمية يعني فينا نقول لو رحنا على الآل الحاسب نحن وعم نحسب انه كل مستوى ميتين دولار وفيه خمس وعشرين مستوى لسه لخمس وسبعين تمام؟ خمس وسبعين ضرب مية يساوي ألفين وخمسمية دولار لكن مو كل ضربة ألف احتمال أنه هي أكتر طبعا في ناس ما عارضوا هاد الشي لحنا بنقول مثلا أقول خمسة هلاف دولار يعني بتكلف أو موافوق الفكرة أنا هلا رح أرسل صورة بس من التليفون التاني لحظة بس أرسل صورة وتقرير تمام؟ أرسلتهم هل أروح نشوفه مع بعض طبعا هون المستوى التعزيز انتوا شايفين هون خمس وسبعين بخمس وسبعين خمس وسبعين خمس وسبعين نحن بنحكي ألفين وخمسمية يعني واحدة من أربعة تمام؟ هدا عنده أربعة من أربعة وأربعة من أربعة يعني خلينا نقوله عشر تالاف تمام؟ عشر تالاف دولار وما فوق تمام؟ الفكرة مين قادر يوصلها وصلت الفكرة فهي اللي انتوا شايفينه يعني ما هو بسهل خلينا نرجع على ورف وتعال التقرير اللي وصلنا تشوف لمن هو التقرير يمكن لأنه نفسه لا مستر نوب هيا خصائص مستر نوب مانمية سبعمية ماتنو سبعة وثمانين عنده عنده الفرسان ألف ضرر محتمل من الفرسان خمسين ضرر هجوم الفرسان مية وابعة وستين ضرر هجوم مية وثنين وثمانين كل هاد مية وثنين وثمانين لسه في ناس ضرر عنده مية وثلاثة وتسعين لسه في ناس خصاصة أعلى أعلى من مستر نوب يعني ما تقرنوا مستر نوب في ناس لسه يعني دافع أكتر من مستر نوب في اللعبة من ناحية أنه عندهم هجوم الأسهم ألف وميتين عندهم هجوم الفرسان ألف وميتين تمام المهاجم مستر نوب خلينا نشوف الوضع هون الحائط الدرع خمسين درع الحائط المتقدم خمسين خلي ننزل بعد كمان غرفين خمس وسبعين خمس وسبعين خمس وسبعين خمس وستين لاحظ والفرسان خمسين خمسين اتنين وعشرين اللي هو مسوي هنا يمارك الوارد موارد ما بعف هو لازم مسوي وهي سير الأسطول اللي هو في ضرر الأسهم ما بعف ليش ما مسويها خمسين بخمسين هالدول اللي فاتين معه في الحشد داكن نحن هلا نحكي هنا على الخصائص اللي هي آخر شي التقرير بتاريخ أربعة واحد متل ما شايفين هون أربعة واحد الفين تساطعاش الساعة تسعة وخمسة الصبح هاي هي فشل الدفاع ما بعرف أنا وين هو وين حاطت جنوده أصلا يعني وصلت نقاري بس ما سأل الموضوع كتير بس لحظة اللي هون هو فشل الدفاع لمين أيوة لهذا الشاب اللي هون على اليمين للفشل الدفاع عنده سبعة وثلاثين مانا وثلاثين تسعة وثلاثين عنده أربعين جندي يعني أربعين جندي قوته أربعمائة مليون وشوي تمام قوته أربعمائة مليون وشوي واحترأ ما علينا والفكرة أنه صح هم في خصائر تقريبا بس الخصائر الجماعية أقل وأفضل من الخصائر الفردية تمام طبعا هاي اللي احنا عم نحكي عن هاي الخصائص فهاي الفكرة أنه المستوى المشاة التسعة اللي هن قوياء بالصد الهجوم تمام خلينا نشوف هذا المدافع اللي فشل عنده الدفاع رغم أنه يعني فرق بسيط بأنه صد الدفاع مع أنه خصائصه قوية صراحة يعني هاي قد ما طلعت أنت والخصائص طبعا ما حدا رح يقابل مستر نوب به السهولة اللي قعد بمملكة قوية تمام فخلينا نشوف المدافع تشو كان عنده من خصائص حاطط برناد الله يعطي له عافية لازم يكون حاطط سلمة سلمة أقوى بالدفاع برناد ما أقوى بالدفاع هيا أنا أقبلكن سلمة أقوى بالدفاع 8 8 12 12 ما علينا أعطينا الزبدة الدفاع العادي 30 حلو ما شو الحال 40 غرفين عنده العصار 40 كمان حلو 38 ما عنده تحسينات زيادة للفرسان 12 15 الأسه مجوم مزدواج 50 تمام يعني فيها شوية تعب أعطينا الزبدة ضيق شوي فرسان 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 آه الموشات عنده 30 اكتساح وضربة خطيرة ورمح تمام كويس بس كمان عنده 7 مليون أعطينا الزبدة 18 لكن الفكرة أنه أنت يعني المدافع الفكرة أنه ما عنده كمان تحسينات ب أول شيء سلمة بتنحط هون تاني شيء الدفاع يعني التحسينات عنده ما كتير عالية شو حاطت هوني حتى خسران كلها خسارة أكتر خسارة هي أو الفرسان عشرة مليون ونص خسرانه الأسهم عشرة عفوان الأسهم عشرة أكتر شيء خسرانه وأربعمائة ألف هذا شوف هلأ هون العربات إداعش تستخدمون للمبارزة تمام بس أنك تعمل كمية منها وتخسرها فهذا غلط لأنه هنا ما لها شغل يعني هي مباشرة بتموت تمام بالهجوم بالمبارزة أوكي ما في مشكلة بس أنك لا تعمل كمية يعني أنا أكتر مئة ألف ما بحط عندي بالقلعة الأبراج عنده ثلاثين هاي بيكون مثلا أكتر من ثلاثين أو هيبة ورغم عنده تعزيز كمان من واحد واثنين وثلاثة لكن اللعب كان قوي جدا من ناحية الغرفين يلي هو 75 فهذا مدمر مدمر شامل صراحة ولا تنسى أنه ليك شوف لأنه هاد الغرفين 75 وكانه حشد ممتاز شوف هادا بعض بس غرفين يعني هاد لا يعني أم الضربة تمام بندر خلينا نشوفهم بعض تحت تحت مليون ونص لواحد وثلاثمائة ألف فاشخ أم الدنيا هذا بندر عنده كمان التحسينات عالية تبقى تغرفين للمعلومات يعني كم واحد بالحشد عدينا هون شي طيب هنعده ما يصدرنه بواحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست أشخاص بالحشد والحشد كلياته أربعة مليون الحشد كلياته تقريبا حوال أربعة مليون وشوي اتنين ثلاثة تقريبا أربعة مليون وشوي الحشد كلياته هاي الفكرة انه يعني صعب اللاوك المالها عبتزيد ما بعطي أنا أبرة تشاؤم تمام لكن عم نعطي انه قد ما ارتفعت الخصائص قد ما سوينا وعملنا لا تفكر تصد حشد لا تكون رامبو وتعمل تصد حشد إلا لما تعرف خصمك ما هو قوي حتى تقدر تصده تمام لا تقول انه اوكي رحنا رح صده فتحاول بدك تعزيز جباري بدون تعزيز مش الدفاع صار باللابس بالي كتير كتير تمام حتى الشخص يلي قوته خمسين مليون أو مئة مليون وكون هاي بستة وعنده جيش هاي بخمسة يفضل يقعد عجنب وما يقرب على الغزو إلا على الأشخاص الفردي ويهرب أو لا يصد نهائيا الضربة الفردية الضربة الفردية اللي صغيرة مليون وثلاثمية مليون واربعمية بتوصل فكمان بتؤزي جدا جدا وبتضر المملكة انت بنفس الوقت لأنه هو بكون مشغل بطاقة مية أو ميتين وبياخد نقاط دبل وانت حضرتك روحت أم الغزوعة عشان عطتهم مثلا خمسة ستة مليار نقطة على على شمدي إلا يعني كهدية لهون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى لكون يوم جميل وسعيد ودمتم بخير وصحة وسلامة كان معكم أخوكم عبيدة إذا لنكون تعليقات إيجابية أو سلبية ما هي بمشكلة لكن حتو تعليق يناسب عن هذا الموضوع ودمتم بخير وسلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا